بعض وكالات موديز وستاندر اند بولز مؤسسة دولية أخرى تعلن اليوم تخفيضها للتصنيف الاقتماني لتونس مؤسسة فيتش رايتنجز قالت أنه درجة التخفيض خطيرة وترجع بالأساس إلى عدم قدر التونس على تسديد كلفة ديونها الخارجية أعلنت اليوم مؤسسة فيتش رايتنجز الدولية المتخصة في تقييم أداء المؤسسات الاقتصادية أنها قامت بتخفيض التصنيف الاقتماني لتونس إلى درجة عالية تم وصفها بالاختيرة وهذا يعني أن تكلفة الديون التي تخلفت تونس على سدادها شهدت ارتفاع إلى أعلى مستوى منذ أربع سنين وتجاوزت الأرقام لسجلتها تونس أثناء الثورة وقالت المؤسسة في تقريرها لزر البارح في الليل أن الفترة الانتقالية الاقتصادية والسياسية كانت أطول وأصعب من المتوقع وتتميز بنظرة مستقبلية سلبية جدا تم على إثرها تخفيض تصنيف تونس ونفس المؤسسة كانت قدمت تقرير منذ شهر قالت فيه اللي ترقيم شركة فوسفات غفصة والمجمع الكيميائي التونسي على المدى الطويل يتحول من مستقر إلى سلبي هذا ونذكروا أن وكالة ستونديراند بورس قامت زادا نهار 23 ماي 2012 بتخفيض الترقيم السيادي للدولة التونسية بدرجتين من مرتبة استثمار إلى مرتبة مخاطرة وهذا ما أثر تساؤلات عديدة في الأوساط الاقتصادية وأطلق جدل حاد بين الأطراف السياسية بطريقة تطلب مننا اليوم الاعتماد أكثر على الكفاءات في معالجة وتصحيح مسار الملف الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر